بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجربية أهلا ومرحبا بكم لقناتكم للرياضيات إذن اليوم جبت لكم نموذج رائع رائع جدا لامتحان الفصل الأول يعني الاختبار الأول القادم إن شاء الله إذن بالتوفيق للجميع إذن فيه تمارينات ثلاث تمارينات يعني ما شاء الله عليهم يتضمن كل الدروس تقريبا جميع الدروس اللي قريتوها إذن تبهوا معي التمرين الأول على خمسة نقاط يقول اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل أولا مجموعة تعريف الدلة أف المعرفة بأف لإيكس تساوي ثلاثة ناقص إيكس على القيمة المطلقة لإيكس زيت اثنين هذه هي عبارة الدلة أف هل هي أر ناقص يعني ما عدى ناقص اثنين واثنين يعني مجموعة تعريف هي هذه المجموعة أو مجموعة تعريف هي آر أو الحالة الثالثة مجموعة تعريف هي آر ما عدى العدد ناقص السؤال الثاني يقول الفرق بين الأعداد الناطقة والأعداد الحقيقية هي اختر إحدى الإجابات الثلاثة ألف الأعداد الطبيعية باء الأعداد الصمع جيم الأعداد العشرية ثالثاً F دالة زوجية يعني أن F لإكس تساوي ناقص F لإكس يعني تختار من بين هذه الإجابات الإجابة الصحيحة F لناقص إكس تساوي ناقص F لإكس وF لإكس تساوي F لناقص إكس السؤال الثالث يقول عفونا الرابع يقول إكس ينتمي إلى المجال المغلق 2-4 معناه أن إكس أقل أو يساوي إكس مربع وأقل تماماً من إكس الثلاثة أو الإجابة الثانية إكس أقل أو يساوي من إكس مربع وأقل أو يساوي من إكس الثلاثة أو الإجابة الأخيرة إكس أقل تماماً من إكس مربع وأقل تماماً من إكس الثلاثة خامساً تقاطع المجالين 2 مغلق من جهة 2 أو 4 مفتوح والمجال 4 مفتوح من 4 مغلق من جهة 6 هو إحدى الإجابات الثلاثة هل هو المجموعة الخالية أو العدد 4 أو العدد 3 هذا بالنسبة للتمرين الأول التمرين الثاني يقول إكس عدد حقيقي نضع إكس يساوي قيمة المطلقة لإكس ناقص واحد ناقص ثلاثة سؤال أول عين المجال ج لقيم إكس حيث آ إكس أقل من السفر ثم السؤال الثاني يقول عبر عن المجال إي المعرف بي يعني المجال هذا هو 2 أو 4 مغلق من الجهتين بالحصر والقيمة المطلقة والمسافة يعني هذا المجال ستتكتبه بالحصر والقيمة المطلقة والمسافة ثم سؤال الثالث لنفرض أن الج يساوي ناقص واحد ثلاثة نفتوح من جهة ناقص واحد ومغلق من جهة ثلاثة عين إي تقاطع ج وإي اتحاد ج رابعا باستعمال مفهوم حل المسافة حل في أير المعادلة التالية اللي هي AX زايد 2 تساوي القيمة المطلقة لX زايد 4 إذن وصلنا التمرين الآخر التمرين الثالث عليه عشرة نقاط فيه جزءين الجزء الأول المستوي المنسوب إلى معلم OEG F دالة عددية للمتغير الحقيقي X معرفة بتمثيلها البيانة بالاعتماد على الشكل اللي هو راح نوريه لكم الشكل أولا عين مجموعة تعريف الدالة F إذن الشكل هذا هو الشكل عين مجموعة تعريف الدالة F ثم السؤال الثاني عين 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 صور الأعداد الطبيعية إذن ركزوا على الكلمة هذه الأعداد الطبيعية التي تنتمي إلى المجال D بالدالة F ثم عين سوابق الأعداد واحد خمسة نصف بالدالة F ثم سؤال الرابع عين اتجاه التغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها سؤال الخامس عين قيم الحدية للدالة F على D ثم سؤال سادس هل الدالة F زوجية أم فردية أم لا زوجية ولا فردية؟ ثم أخيراً حل المعادلة ومترجحة التاليتين F ل X تسوي 0 و F ل X أكبر أو تسوي 1 الجزء الأخير جدالة عددية معرفة على المجال ناقص 2-2 بحيث من أجل كل عدد X من 0-2 مغلق من الجهتين جل X تسوي F ل X إذا علمت أن G دالة فردية اشرح كيف يمكن رسم G ل C G المنحن الممثل للدالة G على ناقص 2-2 لنعود لكم الشكل الشكل تمثيل بياني للدالة F لهو هذا تمنى أن يكون واضح للجميع إذن تمنى فقط أنكم تحولوا في حل هذه المسألة الرائعة النموذج يعني النموذج هذا الاختبار هو مراجعة عامة إذن بالتوفيق للجامعة اليوم رح نحلكم التمرين الأول إذن ركزوا معي إذن نبدأوا على بركة الله في التصحيح الاختبار الأول بعدما حاولتوا الآن شوفوا الحل إذن أولا السؤال الأول يتحدث عن مجموعة التعريف يقول مجموعة التعريف الدالة F هي تختاروا من بين الأسئلة من بين الأجوبة السؤال الجواب اللي ناسب ولكن تابهوا معي رح قبل ما نجاوب ما نجاوب شعر شوائي رح ندير D F يعني مجموعة التعريف الدالة كما أعودكم هي كل الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى R حيث تحقق X القيمة المطلقة ل X زي 2 تختلف عن السفر لماذا؟ لأن هذه الدالة فيها مقام لكي تكون الدالة معرفة لازم القيمة في المقام ما لازمش تساوي السفر إذن نحل المعادلة القيمة المطلقة ل X زي 2 تساوي السفر إذن نركزوا معي إذن وش رح ندير نفس الأمليات إذن ندير القيمة المطلقة ل X تساوي نرد زي 2 للطرف الآخر ولنقص 2 ما معنى ذلك؟ هل توجد قيمة ل X في R حيث القيمة المطلقة ل X تساوي نقص 2؟ لا توجد لأن هنا دائما القيمة المطلقة ل X نكتبها القيمة المطلقة ل X دائما موجبة إذن وش معنتها؟ ما هي الأعداد التي تحقق هذا القيمة المطلقة ل X زي 2 تساوي السفر؟ لا توجد أي قيمة تحقق هذا الشرط إذن كل الأعداد الحقيقية فإن القيمة المطلقة ل X زي 2 لا تساوي السفر إذن ما هي مجموعة التعريف هنا؟ مجموعة التعريف دي أف دي أف تساوي كل الأعداد الحقيقية نقول للتمرين إذن ركزوا معي إذن قلت بالنسبة للسؤال الأول رح نختار مجموعة التعريف هي هذا الإجابة اللي هي دي أف تساوي أر ننطلق على بركة الله في السؤال الثاني يقول الفرق بين الأعداد الناطقة والأعداد الحقيقية هي هل هي الأعداد الطبيعية أم الأعداد الصمة أم الأعداد العشرية إذن نعلم أن الأعداد الحقيقية تشمل الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد النسبية والأعداد الصمة والأعداد الناطقة إذن الفرق بين الأعداد الناطقة والأعداد الحقيقية كما نعلم هي الإجابة ب هي الأعداد الصمة ثم السؤال الثالث يقول تابهوا معي إذن سؤال الثالث قلت F دلة زوجية هل نأخذ هذه الإجابة F لإكس تساوي نقص F لإكس لا هذه غير صحيحة هل نأخذ F لنقص إكس تساوي نقص F لإكس هذه كما نعلم عندما تكون الدلة فرضية ولكن هذه الإجابة F لإكس تساوي F لنقص إكس هي دلة زوجية إذن رح نأخذ الإجابة هذه ثم السؤال الرابع السؤال الرابع يقول إكس ينتمي إلى 2 أربعة إن المجال مغلق 2 أربعة ما معنتها؟ هناك ثلاث أجوبة أيضا نقول لها إذن تابهوا معي هل معنتها إكس أقل أو يساوي إكس مربع أقل تماما من إكس ثلاثة لا لأن هناك هنا أو يساوي هل هي الإجابة الثانية إكس أقل أو تساوي من إكس مربع أو أقل أو تساوي من إكس ثلاثة لا لأن كين علامة أو يساوي لأن كون جي مثلا العدد هنا ما يقدرش يكون إكس مربع ممكن أن يساوي إكس ثلاثة أما هنا هذه هي الإجابة الصحيحة لماذا؟ لأن إكس تعنى ره موجب لأنه ينتمي إلى 2 أربعة عدد موجبة وتكون تحقق الإكس أكبر من إكس مربع والمربع أقل عفوا الإكس أقل من إكس مربع تماما والإكس مربع أقل من إكس ثلاثة مثلا يكون ندي العدد الثنين ثنين أقل تماما من أربعة وأربعة أقل تماما من ثمانية نلاحظوا أنها صحيحة إذن نعود إلى سؤال الخامس إذن في سؤال الخامس يدخل تقاطع مجالي إذن دائما أثبت هذه المعلومة لمن له دائما مشاكل في تقاطع المجالات أو الاتحاد مجالي ننتبه معي عندي المجال ثنين أربعة ولكن تبهوا مغلق من ثنين ومفتوح من جهة أربعة تقاطع أربعة ستة ممتوح من جهة أربعة ومغلق من جهة ستة دائما ترسم المستقيم العددي تعين الأعداد هذه كتبتهم إذن سفر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة أستة ثم الأعداد السليبة إذن نبدو بالمجال الأول المجال أول هو ثنين أين هو ثنين أربعة إذن مغلق من جهة ثنين إلى أربعة مفتوح ثم تقاطع أربعة مفتوح أيضا إلى غاية ستة مغلق هل هناك يعني درت يعني هل شو انتبهوا إذن ثنين أربعة هو هذا المجال اللي بالأخضر أربعة ستة هو هذا المجال بالأحمر هل هناك مجال يعني جزء منه مرتين لا إذن أين يعني تقاطع ماذا يكون هنا يكون مجموعة خالية لو كان مثلا هنا المجال مغلق عند أربعة وهنا مجال مغلق لا يكون تقاطعهما هو العدد أربعة ولكن في هذا الحالة المجال مفتوح من جهة أربعة من الجهتين إذن أربعة لا ينتمي إلى المجال الأول ولا ينتمي إلى المجال الثاني إذن لا يوجد تقاطع بين المجالين إذن هذا هو السؤال الأخير من التمرين الأول أتمنى أنه لن نموذج عجبكم إذن تحولوا فيه إلى الملتقى إن شاء الله في تصحيح التمرين الثاني والثالث إن شاء الله في الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته